أدعو السيد الرئيس الجمهوري إلى ربما تعديل البوصلة والمضي لها مثل هذه الأفكار رو مش مع أنت الأفكار اللي قلتها هي رأي حقيقة مطلقة هي فكرة من بين الأفكار وليس فكرة من بين الأفكار وكيف نتلقى مبعضنا كل واحد يضيف من عنده وكل واحد يعطي فكرة جديدة وفم عديد التصورات سيد العميد أنت تعبر على تصورات بتاع حزبك فم الاتحاد اللي عام تونسي إن شاء الله عنده تصور كامل محناش بعاد يعني فم نقاط تلاقي كبيرة محناش بعاد وشوف مارين وقت اللي نحطه وقت اللي نشعله نقوس الخطر هكا ولا يزن نكونوا متفقين على هذا على الأقل ثم نقوس الخطر له قعد يدق متفقين ونتفقوا اللي احنا كلنا توانسة هكا ولا ونتفقوا اللي مصيرنا واحد ولي دولتنا هذه هي دولة واحدة والشعب هذا واحد وعننا اهتمامات واحدة شنين هي الاهتمامات متاعنا الاهتمام الرئيسي متاعنا هو التقدم يجبنا نتقدمه راح نتوى في الفترة هذه محناش قاعدين نتقدمه لا اقتصاديا بالطبيعة ولا اجتماعية بل بالعكس بل بالعكس ولا حتى سياسيا يعني الفكرة السياسية متاع الثورة والانتقال الديمقراطي اللي توى مع الأسف تتشوه شوية لكن نجمه نعود وننطلقه من جديد نعود ونطلقه من جديد في تسويق فكرة تونس اللي هي ماشية في الخيارات الجمهورية الخيارات الديمقراطية الخيارات متاع حقوق الإنسان وكما نقول حقوق الإنسان رأوا ديما حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكلها سيد العميد اليوم ترى اللي رئيس الجمهورية يقبل فكرة انه يجلس مع ناس يعتبروهم منقلب ويقولوا انقلابي ديكتاتور واليوم ناس تتحدى في رئيس الجمهورية وتعمل اجتماعات وجلسة عامل البرلمان وجبهات جديدة وجبهة الخلاص والتعاون مع الخارج يعني يقبل رئيس الجمهورية بهذا هو شوف وقت اللي مش نقعد على طولة المفاوضات هذه المرتبطة بالميثاق الجمهوري المشروط للمروري للجمهورية ثالث كل واحد يعدل منه تارو ومش كان السيد رئيس الجمهورية تفقين فبالتالي إذا كان مش نقعده في تسجيل النقاط السياسية لأنه مش نقول لي صايرته في الجبهة الجديدة هذه الأخيرة هي عملية تسجيل نقاط بدعوة ربما وأنها يعني تحب تنسب للمسار هذية يعني الفاظ وعبارات ونوعود اللي ما تشجعش على التفاوض فأحنا ما اللي نقولوه ونبتعد شوي على قل هدن نبتعد شوي على تسجيل النقاط ونبتعد شوي على الشعارات الفاظفاظة ونبتعد شوي على هكال الجمل اللي فيها يعني الإقصاء وفيها الوصم وفيها راوة هذية حتى هو يعفن يعفن المناخ السياسي فأنا نعتقد لأنه نتذكر ونمشيوش لبعيد إثرة 25 جويلة تقريبا بعد أسبوع أو اثنين يعني حركة النهضة مثلا اللي هي اليوم مناهضة للمسار هكا أو لا حركة النهضة تقريبا بعد أسبوع أو اثنين من 25 جويلة 30 نحكيه في 25 جويلة سحي تذكروا أو لا سحي هكرو لا سحي ترجمة نانسي قنقر